اهلا بحضراتكم بعد الفاصل سيد حامد وصلنا معاك لفقرة احنا قربنا نخلص على فكرة اللي قاعدة معاك يعني احنا ممكن نعمل حلقة واثنين وثلاثة ربنا يخليك يا ربك فوصلنا لفقرة صور وزكريات في حاجات كتيرة اوه في الصور هتعلق عليها من المواقف اللي انت كنت فيها نبدأ باول صورة الصورة دي اه الصورة دي يعني اول مرة اجتمع معه الدكتور كمال درويش وهو طبعا يعني انا برتبط به بصلة قرابة ورغم كده كانت المرة الاولى اللي انا هو نبقى موجودين فيه برنامج تلفزيوني على الهوى ومداره خارج الهوى خارج البرنامج كان اكثر بكثير لاني بعتز به واك فيه انه اول الف مبروكة جات بفوز الهوى 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 الاخير على الزمالك كانت من الدكتور كمال درويش رغم طبعا معروفة زمال كويته بس اعايز اقول لكم سر ها اقول لكم سر انه عائلة عائلة كمال درويش كلها اهلوية تعمل له مشكلة باستثنائه لا بس دي حقيقة باستثنائه انت عائلة هو كان مشرف على الرسالة بتاعتي لا والله اه والله الا دكتور ونعم الناس شخصية عظيمة صحة والعافية وخلق حاجة اسمها هند بول في مصر يعني عمل حاجات كتيرة قوي ومعا طبعا اه الدكتور خاذي عبدالعزيز ومعا اه الدكتور عبدالمنعم السعيد طبعا تزاملنا تزاملنا وانا كنت اه مدير لتحرير اه جريس الشرق وهو كان مستشار سياسي ده ومزعنا الجميل عمر الزميل عمر عبدالحميد علاقة طويلة جدا تعود لفترة وكالة الاخبار العربية وهو كان مدير نعم لمكتب البي بي سي في الخيارة اللي كان بيطلع من وكالة الاخبار العربية اللي بعده دي اه اطفالي الذين صاروا اكبارا اه ومومتهم واحنا طبعا في النادي الاحلي والبرجة هو باينه انا بقولك دي دول الوقتي اه يعني الوقتي كبروا وبقوا حدوتها الصغيرة دي اللي انت شايفها صغيرة هي الدكتورة هند حامد الزلدين ما شاء الله ما شاء الله اه استاذة الشعر الانجليزي في كلية الالسن واللي هناك ده هو ابني الولد الاجبر يعني اسامة اه وهو مسؤول كبير في احد البنوك الكبرى في الخليج ربنا خليهم ابن الصغير اللي حنشوفه كمان سوعية فهو اه من عبقرة الماركتنج في الشرق الاوسط ابن الوزع وام لا بس انا مش بتاع ماركتنج يعني ابن الوزع يطلعوا المين يعني لولدهم فدي بعض صورة صورة ليهم وهم بالسن ده في جوه النادي الاهلي اللي بعده ده المهندس ابراهيم صالح واللي على اليمين هو المهندس بدر ناصر الخرافي ناصر الخرافي عليه رحمة الله عندما دخل النادي الاهلي في مدينة ناصر وقعدنا في مكان عالي وشاف اعضاء الاهلي قال هذا المكان يسعدني ان اصنع فيه ما تريدون وده الان ابنه وهو رئيس مجموعة لا رئيس القطاع الصناعي في مجموعة الخرافي ورئيس مجلس ادارة زين وهو هنا كان في اول زيارة له للنادي الاهلي درجة انه هو انا كنت نشرت الصورة دي من حوالي سنتين فقال ايه هو حمد جابها منين ما جابها منين وطبعا المهندس ابراهيم صالح اللي هو الوحيد الذي حظي بلقب رئيس مجموعة الخرافي رئيس مجموعة الخرافي في مصر من خارج العائلة وده كان يوم رائع جدا جدا كان بيتم فيه بحث حاجات للنادي الاهلي اللي بعده انا كنت الامين العام المساعد للجالية المصرية في الكويت واللي في الوسط واحد من الدبلوماسيين المصريين الرائعين وهو السفير هاني شاش وهو كان القنصل العام لمصر في الكويت وادار تشكيل اول مجلس منتخب للجالية المصرية فكنت بدعوه ان هو يقول خلمته بعد انا ما قدمته فيه حفل ختام فترته الدبلوماسيين اللي بعده انا حكيت على الصورة دي انه انا هو ايوان وانا لسه شباب خالص لسه شباب اه حدما فجئت بالمهندس عدل القائع وكان مدير عامل النادي الاهلي يتولى هو ابلاغي بتعالى عشان احنا النهاردة عاملين لك احتفال واللي في الوسط كان اللي الله يرحمه واحد من الصحفيين العظام جدا الاستاذ نبيل زكي وكان رئيس قسم الشؤون الخارجية في الاخبار اللي بعده ده انا هنا كنت اه كنت اقول كلمة كلمة رساء للسيد ناصر خرافي عليه رحمة الله بعد وفاته اللي بعده اه دي دي حكاية بقى انت بسألني الولاد الولاد عارفين انه ما يسعدني اي حاجة ترتبط بالاهلي فده كان اخطايا دي يعني وفجئت بهم عاملين التورتة الاهلوية قوي دي على اساس ايه ان دي الحاجة الوحيدة اللي عدخليني اقوم واقفنا عافظ يعني دي دكور ولا شامع ولا ايه لأ دي تورتة حقيقية بس انا مكناش منها كل حاجة فيها ترتح ايه طبعا بس احنا مكناش منها بس اثناء العلم طيب فقرة الصور والذكريات خلصت بسنا الفقرة دلوقتي الجمهور كانت علاقتك ايه بجمهور النادي الاهلي لما كنت بتكتب مثلا منشتات وبيحصل توزيع كبير قوي في مجلة الاهلي كان الناس بتقابلك ازاي او انت هتعلقتك بالجمهور ازاي اه ما انا 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 فوقت ان مش جمهوري انا جمهور النادي الاهلي اه 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 لان انا ما كملتش اما رحت جوه اه اه وسط الشباب المنصورة لقيتهم لا يعلمون اي شيء عني سوى الاهلي وكل الحديث هو حول الاهلي فقلت له قلت للشباب قلت له ما عرفته الاهلي يعطي قيمة لكل من ينتمي اليه ما انا عندي حاجات تانية والله كويسة لكن الاهلي يعلو ولا يعلو علي الاهلي يضيف ايه ما انا بقولك يعلو ولا يعلو علي طيب تعالس مع الجمهور هيقول عليك ايه